أول كتلة هوائية حارة تؤثر على المملكة بداية الأسبوع اعتباراً من يوم الأحد وتستمر لعدة أيام تقص حار إلى شديد الحرارة متوقع ودرجات الحرارة العظمى تقترب من حاجز العربين المئوي في العاصمة عمان خاصة يوم الأثنين وبالنظر إلى الخرارة المختصة بحركة الكتلة الهوائية نلاحظ اندفاع كتلة هوائية حارة عبر الجزيرة العربية نحو المنطقة هذه الكتلة الهوائية الحارة ناتجة من تطور مرتفع جوي في الجزيرة العربية سيدفع بتيارات هوائية حارة نحو المنطقة تعمل بمشيئة الله على ارتفاع واضح على درجات الحرارة بداية الأسبوع واعتباراً من يوم الأحد القادم وبالنظر إلى الخرارة المختصة بدرجة الحرارة السطحية نلاحظ أن درجات الحرارة المتوقعة في المملكة مع ذروة تأثير على كتلة هوائية الحارة يوم الأثنين تتراوح ما بين 38 و40 درجة مئوية في العاصمة عمان بينما تتجاوز حاجز الأربعين درجة مئوية في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والله تعالى أعلم وننصح أثناء تأثير الكتلة الهوائية الحارة باتباع التوصيات التالية عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات خاصة فترة الظهر والعصر عدم التعارض المباشر والطويل لأشعة الشمس عدم ترك المواد القابلة لإشتعال داخل المركبات نتمنى السلامة للجميع